الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة جديدة من سلسلة الردود على المدعو دكتور عدنان إبراهيم وبهذه الحلقة يطعن الدكتور عدنان إبراهيم في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويصف الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأنه كان مولعا برواية الإسرائيليات وكان مكثرا بالرواية من الرواية من الإسرائيليات والقصد من هذا الكلام من الدكتور عدنان إبراهيم أن يشكك المسلمين في عدالة وصدق وثقتهم بالصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله عنه لكي لا يثق المسلمون في أي حديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه ولماذا يطعن الدكتور عدنان إبراهيم وأمثاله من أعداء الإسلام في أبي هريرة بالذات لأنه أكثر من روا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا طعنوا في أكثر من روا الأحاديث الصحاح التي نقلها إلينا العلماء بالأسانيد الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكونون بذلك قد مرروا مخططاتهم وأفسدوا على المسلمين دينهم ودمروا جميع الأحاديث أو معظمها التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا غرض الدكتور عدنان إبراهيم والرد على هذه الشبهة الباطلة رد عليها سبحان الله أبو هريرة رضي الله عنه نفسه وندع المجال للصحابية الجليل أبي هريرة رضي الله عنه يرد عن هذه الشبهة وهي أنه كان يكثر من الرواية عن الإسرائيليات وعن بني إسرائيل الحديث الأول رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت إني لا أراها إلا الفار إذا وضع لها ألبان الإبن لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشائي شربت قال أبو هريرة رضي الله عنه فحدثت كعبا فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله قلت نعم فقال لي مرارا يعني أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله وكرر ذلك كعب ويقول له أبو هريرة نعم فقال له أبو هريرة رضي الله عنه في نهاية الأمر وهنا الشاهد هنا شاهدنا قال أبو هريرة فقلت أفأقرأ التوراه هكذا بالاستفهام أفأقرأ التوراه قال ابن حجر وفي قول أبي هريرة فقلت أفأقرأ التوراه هو استفهام إنكار استفهام إنكار يعني أبو هريرة ينكر على كعب كثرة سؤاله هذا السؤال وقال له أفأقرأ التوراه على سبيل الاستفهام الإنكار ومعنى هذا الكلام قال ابن حجر وفيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب وقال النووي في شرح على مسلم ومعناه أي معنى كلام أبي هريرة ما أعلم وما عندي شيء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنقل عن التوراه ولا غيرها من كتب الأوائل شيئا بخلاف كعب الأحبار وغيره مما له علم بعلم أهل الكتاب شرح مسلم شرح النووي على مسلم تحت الحديث رقم 2997 وأيضا في فتح الباري في شرح صعيح البخاري حديث رقم 3305 إذن أبو هريرة ينكر على كعب الأحبار ويقول له أتظنني أنني أقرأ التوراه وأنني أحدثك من أخبار بني إسرائيل لا وإنما أحدثك عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا أعلم شيئا عن التوراه ولا عن أخبار بني إسرائيل وإنما أحدثك عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أبو هريرة يرد في حديث ثاني وهو في صحيح البخاري يرد على أمثال هذه الشبهات التي يطلقها أعداء الإسلام مثل عدنان إبراهيم وعدنان الرفاعي ومنصور الكيالي قبح الله وجوههم جميعا من علمانيين ملاحدة ومجرمين يرد على أمثال مبو هريرة في البخاري وكيف أنه حفظ تلك الحديث الكثيرة من النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبو هريرة يقول الناس أكثر علينا أبو هريرة ووالله لم يكن لي شيء يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أصحابي من المهاجرين إنما كان يشغلهم صفقة الأسواق يعني التجارة وأصحابي من الأنصار كان يشغلهم غرس الودي أما أنا فكنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها أو للقمة يطعمنيها إذن أبو هريرة كان يلزم النبي عليه الصلاة والسلام للعلم كما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضاً الحديث في البخاري حينما قال له لأعلمنك أعظم آية أو قال له النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة أتدري من أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا أحد غيرك لما علمت من حرصك على الحديث أو قال من حرصك على العلم فهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ثم أعلمه بعد ذلك فقال له أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه فهنا أبو هريرة قال إنما كنت ألزم رسول الله لكلمة يعلمنيها وهذا شرف العلم وشدة حرص أبي هريرة على تعلم العلم وحفظ الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام قال وللقمة يطعمنيها وليس في هذا مطعن على أبي هريرة رضي الله عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد البشر بل هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم من أنفسهم وقال الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم ولا شك أن طعام النبي عليه الصلاة والسلام بركة بركة على أبي هريرة وعلى كل من طعم من طعام النبي عليه الصلاة والسلام أطيب الطعام وأفضل الطعام وأبرك الطعام لذلك حرص علي أبي هريرة قال أبو هريرة وإنما كنت أقع مغما علي في الطريق ويأتي أحدهم ويقول إنه مجنون ووالله ما بي من جنون وإنما هو الجوع يعني كان يمكن لأبي هريرة أن ينطلق إلى الأسواق فيتاجر وأن ينطلق إلى الزراعة فيزرع ولكنه ترك هذا وذاك وانشغل بحفظ الحديث قال أبو هريرة ففي ذات يوم وهذا معنى كلامه وهو بصحيح البخاري أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يبسط رداءه فأعطيه أي من البركة قال أبو هريرة فبسطت ردائي قبل الناس قبل القوم فغرف لي النبي عليه الصلاة والسلام من البركة فقال أبا هريرة أضممه إلى صدرك قال فضممته إلى صدري فما نسيت حديثا منذ ذلك اليوم وفي لوز آخر قلت يا رسول الله إني أحفظ عنك حديثا كثيرا فأنساه فأنساه قال أبو هريرة أضممه إلى صدري قال فبسطته فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يغرف لي من البركة التي آتاه الله إياها صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة أضممه إلى صدري قال فضممته فما نسيت حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ذلك اليوم فلذلك حفظ أبو هريرة هذه الأحاديث وكذلك هو اجتهد اجتهد ويقول المثل لكل متهد النصيب كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا صلى العشاء جلس بعد العشاء وراجع جميع الأحاديث وجميع الذكر الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه وقال في هذا اليوم راجعها كلها التي نزلت في هذا اليوم ثم أوتر ثم نام ولذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاه قال له أن توتن قبل أن تنام لأنه كان يسهر ويساهر في مراجعة وحفظ العلم وحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي هذا الدجال الممسوخ المخزول المجرم الملحد عدنان إبراهيم ويطعن ويشكك في أبي هريرة ويقول كان مولعا بالإسرائيليات يعني بأخبار بني إسرائيل وأخبار اليهود كما زعم عدنان إبراهيم والذي هو مولع بأخبار اليهود ونصر دين اليهود الباطل هو عدنان إبراهيم ومن معه الذين سخرتهم أمريكا لهدم الإسلام ودفعت لهم الأموال الطائلة ليهدموا الإسلام باسم الإسلام ومن داخل الإسلام ولكن هيهات لهم لأن كل داء نشروه بفضل الله عز وجل أنزل الله لنا دواءه علمه من علمه وجهله من جهله وهذا أول دواء في الرد على شبهات عدنان حول صحابيه الجليل رضي الله عنه وأرضاه أبي هريرة رضي الله عنه الذي بشره الله بالجنة في قوله تعالى وكلاً وعظ الله الحسن ولكن أبا عدنان لهذا الصحابي الجليل إلا أن ينال منه ولكن هيهات أولئك قوم حطوا رحالهم في الجنان كما قال سلفنا الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شكراً للمشاهدة